برضو عايز اتكلم مع حضراتكم النهاردة او عايز عزاء واجب للحقيقة للكابتن امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي في وفاة والده النهاردة امير توفيق كان بيمارس عمله بشكل طبيعي وكان متواجد في النادي في اجتماع مع كابتن محمود الخطيب والكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف والكابتن سال عبد الحفيز والكابتن سامي امصان ولكن وهو قاعد الحقيقة في هذا الاجتماع جاله خبر وفاة والده امير توفيق طبعا توجه مباشرة الى بيته البقاء والدوام لله امير ويعني خالص العزاء لصديقي واخويا وحبيبي الحقيقة امير توفيق وان شاء الله يعني نوالي حضراتكم باين اللي هيحصل العزاء امتى والامور دي لان دي امور انسانية بيننا وبين بعض لازم نقولها لحضراتكم على الهواء مباشرة